اكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعامي وزير التربية والتعليم اكد دعم مملكة البحرين لرؤية اليونسكو للتعليم في مرحلة ما بعد عام 2015 وشاد الوزير بالمبادرة الحضارية من حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة بانشاء مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين في الدورة 39 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس القى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم كلمة مملكة البحرين في الدورة 39 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس حيث أكد الوزير دعم مملكة البحرين لرؤية اليونسكو للتعليم في مرحلة مبعد عام 2015 وبدل كل جهد ممكن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها المنظمة وأشد الوزير بهذه المناسبة بالمبادرة الحضارية من عاهل البلاد المفدة بإنشاء مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية الحضور الكرام تشارك مملكة البحرين الجهود الخيرة في العالم لتشجيع جهود السلام والحوار بين الثقافات من خلال إنشاء مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس بولاة كاليفورنيا الأمريكية بموادرة حضارية من حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأشار الوزير إلى التوقيع على مذكرتي تفاهم مع مكتب التربية الدولي بجنيف لتطوير مناهج التربية للموطنة وحقوق الإنسان ووضع إطار وطني للتربية للموطنة شاملة مبادئ وقيم حقوق الإنسان والعيش المشترك والتسامح وصولا إلى تنفيذ مشروع المدرسة المعززة للموطنة وحقوق الإنسان من جانب آخر شارك الوزير على مدار يومين في ملتقى القادة الذي شهد عرض تقارير وقضايا مشتركة تجهل العالم مثل الحفاظ على التوازن الطبيعي والمناخي وعلى الموروث الثقافي والحضاري العالمي في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات كما شارك الوزير في الملتقى الوزاري الذي أقيم على هامش المؤتمر بمشاركة وزراء التربية والتعليم من مختلف دول العالم وخصص لمناقشة مدى تقدم الدول في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرصة التعلم مدى الحياة للجميع اشتركوا في القناة